اعطى الملك محمد الثالث بثفة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية الضوء الأخضر للشروع في تصنيع الأسلحة وتجهيزات الدفاع ومنح تراخيث تسمح بتصنيع الأسلحة الخفيفة والمعدات العسكرية والأمنية المستخدمة من قبل القوات المسلحة وقوات الأمن والعمل على تصديرها إلى دول أخرى جاء ذلك خلال ترأس الملك محمد الثالث يومه الاثنين الثامن والعشرين يونيو 2021 بالقصر الملكي بفاث مجلسا وزاريا خصصا للمصادقة على مشروع قانون إطارة ومشروع قانون وعدد من مشاريع المراثيم ومجموعة من الاتفاقية الدولية وقال بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني إن فيما يخص المجال العسكرية وخلال هذا المجلس الوزارية صادق جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية على مشروع مرثومين يخصان على التوالي تطبيق القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والدخيرة وتطبيق القانون المتعلقة بالأمن الثبرانية وأضاف المصدر داتي أن المشروع الأول يهدف إلى تحديد كيفية ممارثة أنشطة تصنيع العتادة والتجهيزات المرتبطة بهذا المجال وعمليات الاستراد والتصدير والنقل المتعلقة بها أما المشروع الثاني فيحدد إجراءات حماية أمن نظم المعلومات الخاصة بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤثثات والمقاولات العمومية والبنيات التحتية دات الأهمية الحيوية والمتعاهدين الخواث ويعتقد أن هدف المغرب من خلال المصادقة على مشاريع قوانين في ثناعة عثكرية يفتح له الباب أمام تطوير ثناعاته العثكرية وتلبية حاجياته في مجال المعدات والدخائر وقطع الغيرة وفي هذا الصدد يعتبر الخبير في الشأن العثكرية والأمني محمد شقيرة أن القوانين التي صادق عليها المجلس الوزارية تأتي ضمن سياق رغبة المغرب في العمل ضمن النهوض بمثألة التصنيع والاستثمار في المجال العثكرية بالإضافة إلى أنها تأتي في السياق اتفاقية الشراكة العثكرية المغربية الأمريكية والتي من بين بنودها الاستثمار في مجال الصناع العثكرية وضف الشقير أن هذا بطبيعة الحال يأتي كامتداد لقوانين مغربية ترخص لتصنيع المعدات العثكرية خاصة أن المغرب لديه استراتيجية صناعة عثكرية على الأقل في قطاع الأسلحة الخفيفة وهنا المثألة كانت واضحة وهذه القوانين تصبان في هذا الإطار وأشر الخبير إلى أنه حاليا المغرب يفكر في صناعة الأسلحة الخفيفة وقطع الغيار من أجل اقتصاد الأموال التي يتم شراء بها أسلحة من دول أخرى كما أن المغرب ربما عنده حاليا أرضية التي تسمح له بإنشاء مشاريع في صناعة الأسلحة العثكرية في ظل تأذم العلاقات المغربية الإسبانية ووصول الأذمة لتشمل البرلمان الأوروبية بعد تثويت على قرار ينتقد المغرب تثعى الدبلوماثية المواذية إلى رعاية العلاقات التي تربط المغرب بباقي المؤسسات الأوروبية والثعي نحو تطوير الشراكة معها وتحضيرا للزيارة الرسمية التي سيقوم بها رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ريك ديمس للمغرب وعلى هامش أشغال المرحلة الثالثة من دورة الجمعية استقبل هذا الأخير في لقاء عمل عدوي الوفد المغربية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا علال العمراوي رئيس الوفد وعبد العالي حميد دين بمقر مجلس أوروبا هذا الأسبوع بحضور ريم مصور نائبة القنصل العام للمملكة المغربية بستراثبورغ وبهذه المناثبة أشد ديمس بالمثارة الصعودية الذي تثير عليه العلاقات بين المملكة المغربية والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا منذ حصول المغرب على وضع شريك من أجل الديمقراطية سنة 2011 مؤكدا على النتائج الإيجابية لهذا التعاون الذي يعد تمرة الالتزام الإذارية للمغرب والذي لا رجعت فيها كما أكد رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على أن الزيارة التي سيقوم بها قريبا إلى المملكة المغربية ستشكل مناسبة لإعلان عن خطة العمل الرامية إلى تأذيذ الشراكة بين المغرب والجمعية وإطلاق التفكير حول تطوير وضع الشريك من أجل الديمقراطية الذي تحضى به المملكة من جاتهم أشهد البرلمانيون المغاربة بجودة العلاقات التي تجمع بين المملكة والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا حيث أعربوا عن تطلعهم إلى تأذيذ الشراكة القائمة مع الجمعية وفي هذا الإطار أكد رئيس الوفد المغربية بأنه من المهم إعطاء دينامية جديد لعلاقاتنا بحيث يرى بأن الوقت قد حال لمنح المغرب وضعا أكثر تقدما وينتظر أن يحل قريبا وفدا عن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يرأثه ديمث بالمغرب حيث سيتم تخليل الدكرة العاشرة للشراكة من أجل الديمقراطية التي تجمع الجمعية بالبرلمان المغربية وحسب مصادر برلمانية فإن اللقاء كان هدفه وحدت ديمث على زيارة المغرب وهي الزيارة التي ستخدم موقف المغرب بشكل كبير وبثيغة غير مباشرة كما أن هذا اللقاء ترافع فيه النواب من أجل إقناع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على تطوير اتفاق الشراكة من أجل الديمقراطية مع المغرب والذي أكمل عشر ثنوات من عمره ويرى المغرب أنه بات يحتاج لتطويره لإعطاء المغرب موقعا أكثر تقدما في هذا الاتفاق استقبل السيد سيدي حمدي والدرشيد رئيس مجلس جهة العيون السقي الحمراء وفدا ديبلوماسي الرافع المستوى يمثل عددا من الصفراء العرب المؤتمدين بالعاصمة الرباط الوفد الديبلوماسي ضم كل من سفير المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية إلى جانب سفيري دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليمن العربية وتهدف زيارة الوفد الديبلوماسي بغية الوقوف على المستوى التنموي المتطور الذي بلغته الأقاليم الجنوبية في مختلف المجالات وأكد تأكيد دعم هذه الدول لوحدة المغرب الترابية وثيادة على كامل أراضيها رئيس المجلس الجهوي للعيون السيد سيدي حمدي والدرشيد قدم للوفد الديبلوماسي العربية شروحات مفصلة حول المشاريع الاقتصادية والأوراش التنموية التي تعرفها الجهة والمدرجة ضمن النموذج التنموية الخاص بالعقاليم الجنوبية الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد الثالث كما استمع كذلك الوفد لعرض مستفيد حول حقيقة الأوضاع بالمنطقة وما تعرف من استقرار وتنمية في مختلف المجالات وقد عبر هؤلاء السفراء عن إعجابهم وتثمينهم للدينامية التنموية التي تعرفها المنطقة وبما تذخر به من إمكانيات اقتصادية واستثمارية وبالجهود الكبيرة التي بدلته الدولة في الثبيل الرقي بها منذ استرجاعها إلى حضرة الوطن وأكد مشاركة الثاكنة هذه العقاليم في تدبير شؤونهم من خلال المجالث المنتخبة وتحكث هذه الزيارة التاريخية والهامة الدعم الذي ما فتئت تقدمه هذه الدول العربية الشقيقة في المحافل الإقليمية والدولية لوحدة المغرب الترابية والثيادة على أقالمه الجنوبية والذي تجثد من خلال افتتاحها لقنصليات بالأقالم الجنوبية بعد اتخاذه لقرار مقاطعة مؤتمر برلين الذي جمع مختلف القوى المرتبطة بالملف الليبية لذل المغرب يدافع عن موقفه من المؤتمر واعتشبث بدوره في التقريب بين وجهات نظر الأطراف الليبية دون تنفيذ أي أجندة خاصة وفيدة الثياق قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي ناصر بوريطا اليوم الأحد بعد استقباله لرئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيب أن المغرب لا يحتاج للثور ولا للمؤتمرات لأن قوة المغرب أنه مقبول من كل الليبيين ومثداقية المغرب مصدرها رغبة الليبيين في أن يكون له دور بشكل مستمر في حل الأزمة الليبية وتحدث بوريط عن الحركية الدبلوماسية التي قال أن المغرب أطلقها في هذه المرحلة والتي يندرج في ثياقها استقبال رئيس مجلس النواب الليبي ووزيرة الخارجية ثم رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية اليوم مشددا على أن المغرب يعتمد فيها على مرافقة الليبيين فيما يريدون وقال المغرب من منطلق رؤيته الواضحة هو مع الليبيين فيما يريدون وشدد وزير الخارجية على أن المغرب لم يفكر يوما ماذا يمكنه أن يأخذ من ليبيا وماذا يمكنه أن يطور من استثمارات مع ليبيا لأن الأثاث عند المغرب هو وضع نفس رهن إشارة الليبيين لمساعدة للخروج من هذه المرحلة وأكد بوريطا اليوم الأحد بالرباط أن المغرب يواكب مجهودات الشعب الليبي والمؤسسات الشرعية الليبية من أجل التحضير للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة الرامية إلى وضع أسس استقرار دائمة بهذا البلد المغاربية وأضاف أن توفير كافة الشروط لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المرتقب تنظيمها في دوجنبر فيخول للليبيين تمتع بالاستقرار وإنهاء الحضور الأجنبية وتحقيق التنمية وثجل بوريطا أن الجهاز التنفيذي الحالي يعي مصالح الليبيين وتحدياتهم حيث بدل مجهودات كبرى منذ انتخابه لتدليل الثعوبات أمامهما فيما أشاد رئيس الحكومة الليبية المؤقت عبد الحميد الدبيبة اليوم الأحد بالريباط بالجهود التي تبدلها المملكة المغربية من أجل تحقيق الاستقرار ببلاده وقال الدبيبة في تصرح صحفية عقب مباحثاته مع بوريطا إن الزيارة إلى المغرب تأتي في إطار العرفان التام لجلالة الملك محمد الثادث على الجهود المبدولة في سبيل توحيد المؤسسات الليبية واستقرار ليبيا سياسيا وأمنيا وأضاف أن هذه الزيارة تأتي أيضا في إطار التواصل وتأذيذ العلاقات بين البلدين في جميع المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين وأبرز رئيس الحكومة الليبية المؤقتة في هذا الصدد أنه نتطلع إلى إنعقاد اللجنة المشاركة للشؤون القنصلية الذي تم الاتفاق عليها بين وزير خارجية البلدين خلال لقائهم الأخير بالريباطة والذي سيثاهم في تثهيل منح التأشيرات والدراسة والإقامة في البلدين وأشرت دبيب إلى أنه من المرتقب كذلك عقد الاجتماع التاثع لللجنة العلية المغربية الليبية المشاركة بالمغرب من جهة أخرى أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة على ضرورة تفعيل اتحاد المغرب العربية الذي من شأنه تدلل كافة الثعوبات والتحديات بالمنطقة